أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأذمات وأضاف مدبولي في كلمتي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظ المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو بلغت متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة من 2020 حتى 2023 إن مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية وكما أن لها تأثيرها وتدخلاتها فإنها أيضا تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات وفي مواجهة التحديات المتلاحقة فقد حرصت الحكومة المصرية وبتوجهات ودعم من القيادة السياسية الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص والتي توجد بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة والمتشاهدة التي شهدها الاقتصاد العالمي حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات ليسجل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023 ترجمة نانسي قنقر